ميدانيا في ريف دمشق وقعت وحدات من جيش الباسل خلال ملاحقتها المجموعات الارهابية المسلحة على امتداد ساحة شريدة ومحطة القطار بمدينة دارية وقعت عددا من القتلى في صفوفها ودمرت عددا من الاليات العائدة لهم كما لاحقت وحدة من قواتنا الباسل مجموعة ارهابية في حي الجمعيات بمدينة الزبداني ووقعت افرادها بين قتيل وجريح وفي درع قضت قواتنا الباسلة على اعداد من الارهابيين في درع البلد ومنطقة طريق السد عرف منهم عبد الرحمن سالم المحميد وعبد الحميد سبحي رشيدات ابا زيد وعلي ربيع الجهماني وفي قرية جملة بريف درع تم القضاء على اعداد كبيرة من الارهابيين عرف منهم معاف حاتم ابو عاتوق ومحمد احمد الديب وابراهيم احمد المصري وموسى محمود المصري وفي خربة غزالة وعابدين والغرية الشرقية والغربية وجاسم والحراك وبصر الحرير والصنمين قضت قوتنا الباسلة على عدد من الارهابيين التابعين لجبهة النصر الارهابية عرف منهم خليل الخليل وابراهيم خالد الجاعوني من متزاعمي ما يسمى لواء اليرموك ومحمد عدنان اسماعيل الحاجي ومعتصم هيثم السلامات وايمن سليمان عارف الحريري ويحيى جود الرفاعي وخليل ابراهيم السلامات في ادلب احبطت وحدة من قواتنا المسلحة محاولة تفجير سيارة مفخخة بألف كيلو جرام لدى اقترابها من احد الحواجز العسكرية في منطقة الاسكان والقي القبض على الارهابي في هذه العملية